تتميز أغلب أطلالات النجمات باختيارهم الألوان الصاخبة والجميلة وأيضاً الاستايلات المختلفة والمتميزة لذلك اليوم اخترنا لكم أجمل الاستايلات باللوك البوهيمي لبعض الفنانات اللي شفناها على انستجرامهم أولاً الأطلالات البوهيمي اللي كانت معنا هي أطلالة الفنانة هانا زاهد اختارت ألوان فاقعة الأصفر الأخضر البرتقالي والجوزي كان الجارديغان بهذه الألوان نسقت معها التوب بلون الأصفر النيون كانت أطلالة جداً حلوة ملونة ومثل ما نعرف هانا زاهد دائماً تهتم بنفس الميكب والشعر البسيط اللي ينطيها الرقي والأناقة بالفعل ميسم هانا زاهد ملامحها أصلاً ما تتحمل ميكياج صارخ جداً وحتى استايل لبسها أحسي مثل شخصيتها يعني شعرها دائماً استايل مهيمي يعني كل شيء لو قلها هالشي فحلو أن تعتمد شيء يعكس طبيعة شخصيتها والاستايل البوهمي من الاستايلات اللي ما تبطل مودتها يعني عبر السنين نلقاها باستايلات مختلفة بقطع مختلفة ولكن كاللوك اللوك البوهمي جداً درج وخصوصاً مع الفنانات لأنه ينطي لوك مختلف الفنانات يحبون كل فترة يغيرون اللوك فاللوك البوهمي يكون شوية خارج عن الموتات أما اللوك اللي أنا رح أتكلم عنه فهو اللي الفنانة بلقيس بلقيس معروفة بإناقتها وأنها تعرف تختار القطع صح وتعرف شوك تلبسهم وين يعني دائماً المكان اللي تلبسه اللوك مالتي هيكون يعكس المكان هذا فشفناها باستايل بوهمي بتنورة بطبعات مختلفة وألوان مختلفة ماكسي نسقتها مع قميص أبيض بشريط طويل على الرقبة كان نازل مع أيضاً أقد نسقت وياه أقد عريض على الرقبة وزينت الإطلالة وكملتها بإكسسواف كلش حلوة على الشعر فحطت شال رطثة على شعرها وهشي كلش دارج بهالفترة وخلت شعرها منسادل همينة باستايل غجري بوهمي فطلعت الإطلالة متكاملة كلش حلوة وكملتها أيضاً بحقيبة صغيرة باللون الأحمر فإطلالة كانت متكاملة وفعلاً بطابع بوهمي يعني الهوية مبين بيه حلوة التنسيقات اللي ذكرتوها بنات وفعلاً الستايل البوهمي من الستايلات اللي متبطل واللي حاب يكون مميز لازم يتبع الستايل البوهمي حتى دائماً يكون مختلف عن البقية التنسيق البوهمي اللي أيضاً رح أذكره هو لمقدمة البرامج رضوة شربيني رضوة شربيني معروفة أنه دائماً تحب تغير بستايلاتها ما بين الرسمي ما بين الكاجول وأيضاً هالمرة أتم داته الستايل البوهمي مثل ما تشوف بالصورة رضوة شربيني قررت تلبس قميص مع بانطارون ثانتهم نفس تطبيعات القماش من نفس القماش اللي هو القماش الملون والمطبع بنفس الوقت اللي عليه رسومات هيش نوع من الأقمشة وهيش نوع من الستايلات تكون شوية جريئة أنا وعمامه أحد يحب يرتديها لكن هي جريئة ودائماً تحب تغير بستايلاتها لكن الستايل مات لأنه الألوان فاقعة والرسومات أيضاً جريئة الستايل مات جداً بسيط القميص كان عبارة عن أكمام طويلة ومسكر والبانطارون كان عبارة عن أرجل عريضة من فوق لجوه القماش مات حرير مايل بين الستان إلى الحرير فنائم وحلو ونفس الوقت أحسه مناسب للستايل البوهمي أيضاً للبنات اللي حابين يكونون بإطلالة مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر